لا بجد يا جماعة انا مش فاهم شاومي بتعمل ايه كوالكوم نزلت الازدار الجديد من معالجها للفئة الرائدة الكوالكوم سناب دراجون 8 اس جين 3 والنبذة صغيرة عن قوته انه هو بقدر نشغل لعبة زي باب جي على اتش دي ار اكستريم 90 فريم في الثانية وده اعلى من اللي موجود في الاس 24 اولترا بالبندي اقوى معالج موجود في عالم هواتف اندرويد دلوقتي وشاومي يتلك بقية حطه في موبايل فلاكشب لا انا هنزله في موبايل بيبدأ من 500 دولار والموبايل ده هو الشاومي السيفيك فور برو لا مش ده هو ده والموبايل ده فعلا بيقدم صفقة ممتازة وتجربة استثنائية مش اي كلام والله الموبايل ده فعلا بيقدم تجربة ممتازة جدا مع المعالج الجديد من كوالكوم المعالج الرائدة الاقوى في عالم الهواتف بصمك يعني مش منطق الموبايل ده ارفع موبايل انا جربته في حياتي وارفع موبايل ممكن تشوفه في 2024 بمواصفات بدون اي تضحيات تذكر الموبايل ده جماعة وبكل صراحة اقدر اقول ان هو بدون تضحيات تقريبا فهذا بده الفيديو بتاعنا نتحت الفيديو وعمل لك الفيديو وعمل سبسكراب فعلا زور الجرس لان ده اول مراجعة ممكن تشوفها ليه الموبايل في العالم مش باللغة العربية بس لا في العالم فعالية فاجهزوا معي الفيديو ده وعدوا حاجة تشربوها ويلا بينا ولكن في البداية زي ما احنا متعودين تعالوا نشوف محتويات العلبة وفي البداية كده اول ما بتوقع المستورة تكلموني وقالولي الموبايل هواري وصل من الصين طازة وبعد نهولك بمناسبة العيد وكل صلاة وانت طيب حقيقي شكرا جدا ليه وانهم موفروا الموبايل بالسرعة حاجة عادية يعني شكرا على المعتاد بتاعكو يا جماعة انتم وصلتوا ليبل عشان تكسروه محتاجين شوية حلوين قدام شكرا جدا اللي بتوقع المستورة ده على توفير الموبايل والي هو متوفر عندهم هم بس دلوقتي في الوطن العربي كله فالموبايل ده اول ما مسكته قلت يعني الموبايل بيقدم صفقة كويسة من حيث المعالج ولكن اكيد فيه تضحيات الموبايل سعر رخيص جدا يا جماعة الموبايل ده بنص سعر اي فلاكشب موجود في السوق حلاء ولكن لما شفت المواصفات بتاعته قلت لا الموبايل ده عايز تجرب على رواية في البداية زي ما قلتلكو وزن الموبايل خفيف جدا 177 جرام بس وده بيخليه انحف واخفة موبايل ممكن تجربه في الفئة بتاعت الموبايل ده ووقف اي فئة تانية موبايل فعلا فعلا خفيف ومسكته مش الخفيفة تحسك ان الموبايل رديه لا الموبايل بريميام في كل تفصيله من تفاصيله فهيطهر الموبايل هنا من الالومينيوم ظهر الموبايل من الايكوليدر او الجلد المصنع وجزء منه كده جاي من البوليمر ظهر الموبايل كده حقيقة غريبة تحفة فنية كده معمولة ممكن الناس يعجبها ظهر الموبايل ممكن الناس معجبهاش ولكن اللون اللي معي هو اللون مميز واول مرة اشوف موبايل فعلا باللون ده وبالتصميم ده وخصوصا في اللايم بتاع السيفك ان هو معروف بالتصميمات الغريبة ولكن مراد الموضوع ووسع منهم شوية وتاني انا بقولها لك ان نحافة بتاعت الموبايل دي مأثرتش على ولا حاجة في تجربة الموبايل حتى تجربة البطارية هم موبايلات على الفكرة تقدم الموضوع بتاع النحافة دا ولكن بالتأثير على الكاميرات الكاميرات بتبقى بارزة جدا مثلا ولكن هنا الكاميرات برضو مش بارزة مقابل المواصفات اللي بتقدمها لك لان نتكلم عنها في جزئية الكاميرات فاكمل معها الفيديو للاخر فهل انت يا صاحبي جايز تنبهر يلا بينه ننبهر ايه اللي موبايل الوجيه لميهى عشان ننبهر سوا موبايلها بيجيب شاشة ما يقلون عليها شاشة مبهيرة شاشة امال 68 مليار لون دولبي فيجن HDR 10 بلس وبتوصل لسطوع 3000 نتس وبتوصل ل120 هيرتز الشاشة هنا بتجيب مع الستة ونص انش وبتستحوز حوالي 91% من الوجهة الامامية بتاعة الموبايل حواف صغيرة جدا جدا الشاشة فيها كيرف بسيط مش كيرفت بالمعنى الحرفي ولكن مازال موجود في كيرف في شاشة الموبايل شاشة الموبايل هي بتجيب ابعاد اكبر من ال Full HD بلس ونصف كيه تقريبا وبتجيب بكسافة بيكسلات مش قليلة ربعمية وستين بيكسل لكل انش وديها هدي لك تجربة مشاهدة ممتازة وهدي لك استمتاع بتجربة الموبايل ابعد الحدود شاشة الموبايل هنا برضو محمية بطبيعة حماية كورنان جوليلا جلاس فيكتس 2 ولحد دلوقتي لمش شاف ان شاومي ضحف بحاجة يعني حتى شاشة اه مش LTPO ولكن سعر موبايل ياشفع له ما فيش موبايل بخمسمائة دولار او بستمائة دولار او بسبعمائة دولار شاشته LTPO فيعني ما زلنا في الحتة اللي هو ازاي ازاي يا شاومي وازاي بتحشر كامل مواصفات دي في التسام كده بالنسبة للكاملات والدلع فبصمة الموبايل هنا موجودة تحت الشاشة وسريعة جدا جدا وسهل الوصول لها عندك تجربة السماعات للستيديو والآي آير بلاستر وعندك مايكين لمايك الاساسي لمايك التاني للأكتف نايز كنسلين وتجربة سماعات استيديو دولبي اتموس ممتازة جدا جدا وقبل ما نكمل الفيديو بتاعنا لو انت بتحب تشتريه اونلاين كتير او حتى لو بتحب تشتريه اونلاين كتير وحابب تاخد خصومات وشحن مجاني على اي حاجة تشتريها من نون ففيه اكواد خصومات هتديلك شحن مجاني وهتديلك خصم وكمان هتدعمني فده لينك الاكواد اللي ترى تستخدمها على نون مصر وفيه كود مخصص لنون الخليج ترى تستخدمه في الامارات والسعودية لاخواتنا الخليجة برضو تقدروا تستفيدوا من الاكواد دي وبس كده تعالوا نكمل الفيديو بتاعنا حلو يا عم اهواري اكيد الحجم ده ما اثر على ساعة البطارية نهائيا انا شايف ان مقابل السوم كده انتواخد هنا بطارية 4700 ميلي امبير بتدعم الشحن السلحة بقدرة 67 واط والشحن موجود في العلبة انتواخد هنا صفقة ممتازة اوي اوي وليه لان الاستهلاك بتاع المعالج للبطارية مش كبير انت عند كنها الكوليكم الساب دراجون 8 اس جين 3 اللي بيجي بدقة اصنيع 4 نينومتر الاستهلاك والبطارية مش قوي نهائيا استهلاكه كويس جدا ومعتدل جدا ويقدم تجربة كويسة وموبايل يقدر يكمل معاك من تماما لدينا ساعة ساعة سكينون تايم لو انت استخدامك تقيل للموبايل يمكن يكمل معاك اكتر لو انت استخدامك منطقي وطبيعي ومش جيمر تقيل ولو انت جيمر تقيل فالموبايل يقدم تجربة هي الافضل في العالم حاليا في لعبة زي بوبجي مثلا فتلعب هنا على كواليتي اتش دي ار اكستريم وتبقى فريم ريت معاك من تمانين لتسعين فريم في الثانية تبدأ خايلين اتش دي ار واكستريم فريم ريت حاجة مش منطقية انك تشوفه في موبايل انا عارف ان معالج الات جين 3 كان يقدر يعمل الحوار ده ولكن يا جماعة الموضوع هنا مش منطقي السلاسة والكواليتي والتفاصيل ايه المنظر ده جماعة؟ ايه التفاصيل دي؟ ايه الاداء ده؟ اللي فرق معايا هنا في الموبايل انه هو نسخة 650-12 جيو بايت رام ولكن في نسخة 512-16 جيو بايت رام لو انتو عايزينها يسألوا عليها بتوقع المستورد والذاكرة الداخلية هنا بتيجي من هو UFS 4.0 ودي من اصل الى الواكر الموجودة في العالم حاليا لحد هنا هاواري وانت متلصق كده وما بتكلمتش خالص على النوتش الموجودة من قدام الكابسولة المنقوشة من ابل ولكن طالما فيها مميزات وفيها تكنولوجي هتفيدك في تجربة الموبايل انا ما عنديش مشكلة ان انت كمان تحطيلي نوتش مش تحطيلي كمان ديناميك ايلاند او تحطيلي كابسول ودال ان الكابسول دي فيها كاميرتين كاميرا الاساسية 26 ميلي اللي هي الوايد العادية جدا اللي بطيقه بدقة 32 ميجا بيكس بتصور لحد 4K واللي بالمناسبة فيها اوتو فوكس ويفرق معك جدا في تجربتك لو انت صانع محتوى او لو انت عايز اعلى شارب موجودة وعايز بوكا افكت وعزلة حقيقي مدير ما تفتح البرتريت مود وكمان فيها كاميرا تانية الترا ويت بزاوية اوسعة بكتير 32 ميجا بيكسل برضو والكاميرتين بيصوروا 4K انت متخيل للموضوع ده فانت عندك عدة صناعة محتوى متكاملة موجودة في الجهة الامامية من الموبايل ده فعلا اكتر استخدام منطقي واكتر استخدام متقن للجزء اللي فوق اللي فيه الكابسول او اللي فيه دايناميك ايلاند او ايا كان الشركات بتسميها ايه فكرة ان انت عندك كاميرتين من قدام بيصوروا 4K 30 فريم في الثانية مستقر ومرتاح مع تثبيت محترم فعلا هتخليك تعتمد على الكاميرات دي بشكل كويس جدا جدا وممكن ما تفكرش تستخدم الكاميرا الخلفية في صناعة المحتوى باي شكل كان او لو انت حتى بتحب تصور نفسك من غير اي حاجة ده غيرا السوفتوير بيتعامل معهم بشكل كويس جدا هلو انت بتتصور وحدك وفاكه ظهرت مجموعة من العدم فالموبايل لوحده هيعمل زوم اوت كده ويوسع الكادر لوحده بانيميشن ثالث جدا اقرب ما يقال علي انه هو بيفكرني بالانيميشن بتاع نقل العدسات بتاع هواتف ايفون من ابل ففعلا شكرا شاومي على التجربة الممتعة جدا للكاميرا الامامية دي كاميرا الترايد من قدام دي جامدة جدا جدا اما مجرد ما بطلع الواحدة كده هي بتزوم لوحدها جامدة جدا جدا واول ما شخصا يطلع معاك لوحدها بتعمل زوم اوت كده وتاخد الكادر كامل فهديح تبقى جامدة جدا جدا اللي الناس بتعمل ببولوجينج وكده تعالوا نجرب كده ماشى بصوص عملت لوحدها بصوص اول محمود يطلع معنا في الكادر او كي كده لا كده محمود ظهر فهي مش هتزوم فحسننشوف السبب بديح اعمال ازاي فعلا فعلا بيقدم تجربة جامدة جدا جدا بحيثة الزوم دي تعالوا نجربة تاني جامد ولكن يا صاحبي اقع الكاميرا الامامية تنسيك عظمة الكاميرات الخلفية في الموبايل ده اللي بتعاون مع لايكا فانت عندك تلت كاميرات في الجهة الخلفية كاميرا الاساسية 50 ميجابيكسل والاويس اللي بتججي بفيجرس هاتف 1.6 بالضهاب الكاميرا التانية б觉 50 ميجابيكسل اللي بتجي ببعد 50 ميلي واللي بتتدير لك تجروب 2X او الكاميرا الالتالي وفوتو لين بتصور بها بورترية بشكل مضقن وبشكل برو جدا ودي بفاتة لعض ساعة F2.00 والكاميرا التالتة الالترا وايد اللي بتجي بدقة 12 ميجابيكسل واتقتم تجربة كويسة جداителя ولكن الانعجبني جدا الكمالتتانيين الاعجبني جدا الكاميرات الثانيين التعاون اللي مع لايك اصفر ان انت عندك سكين تون محترم تجربة بوكا افكت كويسة وفلسفة وتجربة الوان ممتعة جدا جدا فكل حاجة انت بتعملها بالكاميرا هنا سواء في التصوير العادي الفوتو او تصوير الفيديو بمناسبة الفيديو الموبايل ده بيقدر يصور لحد 4K 24 و 30 و 60 فرم في الثانية بالكاميرات الخلفية وده محترم جدا جدا مع تسبيت الو اس في الكاميرا الاساسية انت اخد كومبو كاميرات مش هتشوف زيه في سعر الموبايل ده او فضاع في سعر الموبايل ده ده بالاضافة للكاميرا تريد تصور 10 بيت وتاخد تفاصيل الوان يعني مش منطقية بالنسبة للموبايل في السعر ده مع دعمها الـ HDR 10 بلس طب يا اما هو لي اكيد كل حاجة ليه عيب انا ممكن اتلكك للموبايل لو اقول لك اصلي الشاشة كيرفد اصل الشاشة مش LTPO اصل مش عارف ايه وكاني وماني ولكن في نهاية لما تبص على سعر الموبايل وتبص على الصورة الكبيرة هتلاقي ان الموبايل بيقدم صفقة مش منطقية وصفقة لا تشوفوها اي عيوب من وية نظري الموبايل ده صفقة ممتازة الموبايل ده لأي حد بيدور على عدة متكاملة لصناعة المحتوى الموبايل ده لأي حد بيحب يصور نفسه ستوريز ويحب يوثق يومه الموبايل ده لأي حد عايز اقوى تجربة اداء موجودة في العالم الموبايل ده لعشاق شاومي فلو انت من اقشاق شاومي اكتب لي كومنت تحت الفيديو ولسه عمانش لايك فاعمل لايك واعمل سبسكرايب لو مش عامل وفعل زر الجرس لانشال لك المحتوى الحصري وانا متأكد ان دي ممكن تكون اول تجربة في العالم تشوفها وقت نزول الفيديو ده فاكتب لي لو انت دي اول مرة تشوف الموبايل اكتب لي لو انت متحمس جدا تشوف تجربة متوضلة للموبايل ده وتابعونا على الانستجرام لانا هنزل تجربة كتير جدا للكاميرا الامامية بتاعت الموبايل ده هناك وعلى فيسبوك برضو ومسكرا دي كانت كل حاجة كان معاك عبدالرحمن هواري هشوفكو في فيديو حصري وعظيم جاي نعم السلام